رياضيا انطلقت امس منافسات بطولة التايكوندو المفتوحة التي نظمتها رابطة انجمينة لرياضة التايكوندو والتي ستستمر لمدة عشرة ايام بداية انطلاقة البطولة اعلنها رئيس الرابطة مصطفى ياسين ادم حسن المكام الدورة السابعة لمنافسات بطولة التايكوندو المفتوحة لرابطة انجمينة لرياضة التايكوندو سيشارك فيها 500 لعب ولعبة في الفئة السنية من عمر التاسع وحتى السابعة عشر على مستوى البنين والبنات في الأوزان العديدة ويمثلنا 15 ناديا للعاصمة أنجمنا زيادة الإقبال على المشاركة في البطولة تدل على المستوى الفني المتميز الذي تتمتع به البطولة بالإطافة إلى تأثيرها الكبير في تصنيف اللاعبين للمشاركة في البطولة الوطنية وتقييم مستوى الأندية والفرق ومعرفة مدى تأهيل المدربين لرياضهم إلى جانب من هو الأفضل وبهذه السانحة أكد رئيس رابطة أنجمنا لرياضة التايكواندو المؤلم جيكا دون بيمبا بالدور الهام الذي تلعب رياضة التايكواندو في القدرة على تكملة تعليم الأطفال وذلك بتعزيز وتقوية التفاهم المتبادل بين الجسم والعقل بالإضافة إلى تقييم صورة البلاد في رياضة كما شجع المؤلم جيكا دون بيمبا اللعب النظيف والروح الرياضية طالبا من المنافسين التحلي بهذه الأخلاق رياضة التايكواندو ذات الأصول القرية هذه في بلاد التومي وجدت ضلتها حتى باتت اليوم هذه الرياضة ذات مستوى عال وخير دليل الميداليات التي حصدها الرياضيون في هذه الرياضة هذا الخبر الرياضي مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة